تخيل معايا في يوم من الأيام بتفيق تلقى رأسك معزول على العالم تلقى رأسك في جزيرة ما فيهاش بنادم شنو اللي غدي يكون صعيب واش تعب الجسادي ولا الإرهاق النفسي واش الجوع اللي غدي يؤثر عليك ولا الوحدانية الفيلم اللي غدي نهضر عليه اليوم هو فيلم هدر على الحجر الصيحي قبل ما يكون الحجر الصيحي الفيلم دي اليوم هو كاست اواي من بوطولة توم هانكس واللي خرج في الفين مرحبا بكم في حلقة جديدة دي السوليما بودكاست الفيلم كيعود لقصة دي تشوك نولان اللي خدام في شركة دي الفيديكس الدور دياله هو تحسين الخدمة والمرضودية يعني بالعربية خدمته هي التارب مع الوقت كيفاشي قدر يوصل لكلية كتر في وقت آقل العلاقة دياله مع الزمن هي علاقة مقداسة راجل كي يكره يضيع الوقت وكي بغي يمارس عليه وحد السيطارة حتى باش كي بغي يشوف العاشقة دياله خاز داك الشي بالرون ديفو وعلى تيساء الخدمة دياله كتخليه يصافر باستمرار قبل من رأس العام غدي يكون عنده خدمة في ماليزيا غدي يشط طيارة اللي عمرها غدي توصل لوجهة دياله تشوك نولاند غدي ينجم القراش ويلقى رأسه في جزيرة مهجورة جزيرة اللي غدي يدوبس فيها السينين هالسينين غدي يتعلم فيها كل شي من أجل المعيشة دياله كيفاش يحل نواد كوكو كيفاش يصييد الحوت كيفاش يجمع المادية لشتا وخصوصا خصوصا كيفاش غدي يصايب العافية غدي يستعمل حتى الكوليات اللي لحهم البحر باش يشوف شنو يقدر يستعمل غدي يحل الكوليات كلهم من غير واحد فهد اللقطة كيبان بلا تشوك نولاند فهم بلا النجاة دياله ما متعلقاش غيب الماكلة والشراب وأنه أهم حاجة باش يبقى عايش هي أنه يبقى عنده هدف هدك الكولي اللي ما حلش هو الرمز ديال الاستمرار ديال المهمة دياله هدك الكولي كيخليه يحس براسه ماشي غيب نادم منع من الموت وموت ضرف جزيرة وسط الشساعة ديال البحر ولكن كيخليه يحس باقي خدام عند فيديكس وباقي خصو يوصل لأمانة كيف ما كان الحال هد الكولي وبالاعتراف دياله في الأخر ديال الفيلم لعبوا حد دور محواري في الإنقاذ ديال حياته في واحد من الكوليات غدي يقوا حد الكورة ديال الفولي اللي غدي تولي الرافيق دياله الخيالي في هدلم يحنا يقدر يبلينا هنا بلا خونة تشوك بدك يتسطى هو في الواقع فاشخشار هد الرافيق ديال بالعاني عاد در عقله لأن ويلسون اللي هي الكورة ديال الفولي غدي يولي الصديق الواحيد دياله احنا كباشرة نحتاجه للهضراء والتواصل باش نحافظه على واحد توانزون نفسي ديالنا وتشوك منين غدي تبنى هد الرافيق الجديد لوحدانية دياله غدي تنقص وخغير شوية وحد القادية اللي يفغي منضحكاتني باش بده هد الوباء ديال الكوفيد هو طوم هانكس كان من السليبريتيز الليولين اللي يتقاسوا بالمرض وكان تحط في كارونتان مع الزوجة دياله والزوجة دياله اسمي تهوي لصن في الافلام ديال مان فرسز نيتر ولا رجل ضد الطبيعة الصعوبة الكبيرة كتكون هي التغلب على الدات الدور ديال الشرير في هذا الفيلم هو الجزيرة اللي لقعت القبض على تشوك الشخص اللي كان مولف هو اللي يتحكم في كل شي في حياته ولا خاصه يتقبل شنو الطبيعة تفرض عليه بشوية بشوية كنشوفوا التحول الداخلي ديال تشوك من بعد مورو ديال ربع سنين داز من تمرض على الوضعية للتقبل دياله بيانسور لانه وفيهم ديال هوليوود شخصية رئيسية غدي تصوها في الاخر غدي يرجع لعالم ديال الانسان ولكن غدي يلقى الخطيبة دياله جوجات وولدات هو دوز مدة كاملة في الجزيرة وهو قيتصن اللحظة ديال اللي قاع ديالها ولكن كتشف ان رغم كل شيء الحياة كتستمر والحياة ما كتتسناش هذا درس من الدروس الفيلم مش شي قاع اللي كتكون مخطط ليه هو اللي كيوقع وكما تعلم تقبل ديال الواقع دياله في الجزيرة غدي يتعلم تقبل ديال الحقيقة ديال ان الحب ديال حياته ضاع من يديه مش يكون شي في الحياة يخدر يكون عندنا عليه السيطارة كان شي حويج لي كيفوتونا وما عندنا عليه مجهد الحاجة الوحيدة اللي نقدرون ديره هي نتعلموا الرخف على راسنا ونتأقلموا مع الاوضاع الجديدة فدل قصة اللي وخه السيناريو دياله صعيب يعيشو شي واحد منا في الواقع راوخذك شي كي قيسنا شحل منوا واحد فينا ولا في الموحيط ديالنا عايش في جزيرة واخه هو فيزيك ما وبيناتنا العزلة ما كتكونش غير ديال الجسد العزلة الصعيبة هي ديال النفس عزلة اللي خاصها بزاف ديال المجهود باش لو واحد يخرج منها دك شعلاش واخه نكونوا منغامسين في الواقع ديالنا خاصنا نحضي ونمدوا ودنينا للناس اللي واحدين في جزيرة وكي طلبوا يد المساعدة واحنا ما كنسمعوهمش ولا ما كنفهموهمش هاد الفيلم تم تصوير دياله على جوش ديال المراحل المخرج روبرت زاميكيس من بعد ما صور الجزء الاول في الف وتعامية وتمانية وتسعين اللي كان فيه الممثل توم هانكس غلاض باش يمثل الشخصية قطعة التصوير تقريبا عام باش يخلي الوقت الممثل يطيح الوزن ياربي اللي الحيو الشعر وايتبرون زامزيان هذا الختيار اللي يتقام بالفلوس لان الوقت اللي وقف فيه التصوير موقفوش فيه المصاريف دي الفيلم كان واحد الختيار فني جاري من المخرج غير هو زيميكيس مش يبقى كي تسنف طوم هانكس حتي سالي قال ما حدني قالس قالس أنود نصيب فيلم آخر يعني في آخر المطاف زيميكيس خرج جوج ديال الأفلام في نفس السنة تحول الجسدي لعب واحد دور مهم في بناء الشخصية ديال تشوك وخلي عيبان أكتر واقعية الكاتب ديال فيلم بيل برويلز جونيور وباش يقدر يكسب السيناريو بدقيقة عاش المغامرة ديال العزلة في جزيرة راسو لعدة أيام ودار تقريبا نفس الأشياء اللي غادي نكتشاشفوها من بعد في الفيلم signs was interested in doing some sort of movie about a modern man who got stranded on a desert island very quickly it became clear that well that sounds great but what happens to him on the island and so I found these 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 guys that were with were primitive technology expert they took me down to the sea of cortez and they stuck me in the beach I had to make a shelter and I had to figure out how to حتى القصة دي الكورة دي الفولي عاشها فشو واحد الكورة قديمة لاحها البحر هات الصدفة بالنسبة لي عاملاته بشيكتب الشخصية المفضلة ديله في الفيلم واللي هي ويلسون الصديق الخيالي ديال تشوك اخر نقطة على هاد الفيلم واللي تقدرت بين غريبة هي ان الشركة ديال فيديكس ما خلصت حتى ريال باش الفيلم يدكرها الحاجة الوحيدة هي ان خلوا الفريق ديال التصوير يصور في المرافق ديالهم فيديكس كانت غادي ترفض هاد الفيلم لحقاش فيه واحد طائرة دياله اللي كانت تكراشا ولكن بدلوا الرأي ديالهم وزعموا مع زميكيس الفيلم فشخرج كان عنده واحد النجاح اللي خلى فيديكس تستافد من ناحية الاشهار وحتى العدد ديال الناس اللي لو باغين يخدموا معاهم تزاد من المؤخرا دزنا من هاد التجربة ديال الحجر الصحي انا شخصيا هاد الفيلم ولك يباليه في شكل اخر واخا العزلة ديالنا احنا ما كانش مطلقة يعني كنا على اتصال مع الناس اللي اعزاز علينا ومرة مرة كان نخرجوا نتقدوا وكن واخا هكاك كانوا واحد التأثير على المورال لفكراتنا ان السلامة ديال النفس مهمة بزاف للتوازن ديالنا شكرا لتتبع ديالكم ديال هذه الحلقة نتلقى السيمنة الجاية في حلقة جديدة ديال سوليمة بودكاست